الشفان يمنح الجسم الشعور بالشبع لفترة طويلة يساهم في توازن مستوى السكر بالدم فلذلك يساعد على نزول الوزن مرحبا بكم اليوم ان شاء الله سنعمل بيتزا الشفان مكون واحد فقط بدون عجل سهلة وسريعة جدا يلا الوصف واحد كوب من الشفان بنطحنه بالمنزل او بنشتري دقيق الشفان جاهز ماء دافئ ثلاث ارباع الكوب يعني كوب الا ربع قليل من الملح معلقة صغيرة خميرة وبنحرك بنضيف كوب الشفان وبنحرك وبنسكبهم اذا كنتم بحاجة الى التقاط صورة للمكونات ساكتب جميع المكونات على الشاشة هيك اصبحت جاهزة بنغطيها لمدة نصف ساعة او حتى تضعف ممكن نستخدم اي وعاء له حواف اما ربع مدور مهم يدخل الفرن هيك بعد نصف ساعة او حسب درجة حرارة المنزل بنشغل الفرن مسبقا من الاعلى والاسفل على 220 درجة مئوية بنوضحها بالرف الاسفل عشر دقائق حاوضع سعارة الحرارية ايضا بعد قليل على الشاشة هيك بعد عشر دقائق بنوضع السلصة وبنوضع الجبن بنوضع الخضروات حسب الزوق شو بتكون بتحطوا خضروات وانا هوضع بسترمة ايضا شو بتكون توضعوا حسب زوقكم بنعيد البيتزا للفرن لمدة خمس دقائق او عشر دقائق حسب انتو كيف بتكون ناشفة هذه المكونات هيك اصبحت جاهزة توابل البيتزا حاوضع الرابط في صندوق الوصف تحت اذا بتكون توابل البيتزا هي بتعمل طاعم كتير روعة للبيتزا سعرات الحرارية لكل البيتزا سبعمائة سعرة حرارية القطع الوحدة مية وخمسة سبعين سعرة حرارية كتير هي روعة وكتير هي مميزة انا خليت خمس دقائق انتم ممكن تخلوها عشر دقائق المرة التانية اذا انتم بتحبوها ناشفة حسب زوقكم هي سهلة وسريعة اتمنى تكتبوا لرأيكم تحت بالتعليقات في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة